اشتركوا في القناة الثاني في الترتيب بعد عودته في الجولة الماضية بنقاط الفوز من ملعب أبو بكر عمار بسلا على حساب الجيش الملكي يطمح لتقليص الفارق عن الوداد البيضاوي الذي يبتعد في الصدراء بفارق سبع نقاط وسيغيب عن هذه الجولة لانشغال خصمه المغرب التتواني بمسابقة دور أبطال إفريقيا من جهتها فارس دوكالا الذي استعاد لغمة الفوز على حساب حسنة أجادير في الجولة الماضية سيسعى لاقتناص انتصار يصعد به للمراكز المؤهلة لإحدى المسابقات القرية وهو الذي يحتل المركز السادس ومحاولة الأدف أوروبيا قال لويسين ريكي مدرب فريق باشرال إسباني بأنه سعيد بتأهل فريقه لدور ثمانية من دور الأبطال الأوروبية عقب تجده الفوز على منشستر سيتي الإنجليزي وبهدف دون مقابل وأضف بأنه محدود بتواجد لاعب مثل ميسي في البارسة من جهتها قال مانويل بيليغريني مدرب سيتزنز بأن المهمة كانت صعبة وأن فريقه سقط مع أفضل فريق في العالم مضيفا بأن الخروج من المسابقة لا يعني بأن فريقه تراجع قريا أنا سعيد جدا وأنتظر نتائج القرعة يوم الجمعة لأعرف إذا ما كان الحظ سيحالفنا كما أنني أفكر بالمباراة المقبلة في الليغة أنا أقول مرة أخرى لم نستطع أن ننهي المباراة بالطريقة التي نريدها في اللحظات الأخيرة من اللقاء كان من الممكن أن تتعقد الأمور في حالة تسجيل ضربة الجزاء لكن مارك تيرستيغان فعل أفضل من جوهارت وفي الأخير انتهت المباراة بنتيجة متقربة أعتقد أننا نستحق الفوز بالنسبة لميسي نحن محظوظون بوجوده معنا نحن متعاودون على ذلك متعاودون بشكل كبير وجود لاعب بمستوى ميسي أمر رائع أنا مستغرب من عدم تسجيله للأهداف في المبارتين رغم أنه كان اللاعب المسر على تسجيل في الذهاب والإياب أعتقد أن بارشلون لم يستسلم طبعا المهمة الصعبة نحن نتخلف بفارق ست نقاط عن تشيلسي بالدور الإنجليزي الممتاز لكن أمامنا تسع مباريات متباقية بالدوري من الضروري الآن التركيز على الدور الإنجليزي فقط أكرر كانت مهمة صعبة في هذه المرحلة من دور أبطال أوروبا وفارق بارشلون هو أفضل فريق في العالم لأن بصففه أفضل لاعب في العالم أعتقد أن الوقت غير مناسب لتحليل الذي سنقوم به الموسم المقبل فقط أريد أن أقول مستوانا تحسن في دور الأبطال لأنه على الأقل تأهلنا لدور الستة عشر أوروبيا دائما يصدف باريسان جيرما الجمعة بمعقله بارك دي فرنس ضيفه المتواضع لوريون في افتتاح منافسة الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم والطموح استرجاع نغمة الفوز بعد الهزيمة في الجولة الماضية الفريق هو الباريسي ورغم تأهله لدور ثمانية من دور أبطال أوروبا وعلى حساب تشيلسي الإنجليزي العنيد إلا أن أداءه في اللقاء ليس مستقرا حيث فاز مرتين في الجولة الستة الأخيرة وخسر العديد من النقاط كانت كافلة بجعله في الصدراء ومنذ جولات خاصة وأن ليون المتصدر ليس في أفضل أحواله وفاز مرتين فقط في الجولات السبع الأخيرة من جهتها الضيف لوريون لم يؤمن بعد ما كانه في القسم الأول وقد يصعب المهمة على أبناء المدرب لوريون بلون نحن نريد الحصول على النقاط الثلاث وهذا هو المهم نحن في السباق الأخير مع فارقين أو ثلاثة تتطلع للفوز باللقب وهي فرق ليون ومارسيليا وأيضا مونكو إذن هدفنا الأساسي هو الحصول على النقاط الثلاث خاصة أننا سنلعب بملعبنا وأيضا لأننا إنهزمنا في الجولة الماضية في بوردو إلى أمريكا الجنوبية لأن حيث انفرد فريق ساوبولو البرازيلي بالمركز الثاني من منافسة المجموعة الثانية عقب فوزه على ديفي سالورينز والارجنتيني بهدف وحيد في الجولة الثالثة من كوبا لبيرتادوريس لكرة القدم فعلى ملعب المورنبيا الشهير السعص على أصحاب الضياف الوصول لشباك الفريق الأرجنتيني لتسعين دقيقة بل تمكنوا قبل صافرة النهاية بقليل من تجيل هدف الوحيد عن طريق اللاعب ميشيل باستوس هدف من دهب منح الفريق البرازيلي ثلاثة نقاط غالية فكبها الارتباط عن الفريق الأرجنتيني حامل اللقاب لينفرد بالمركز الثاني بست نقاط لفريق ثلاث نقاط عن مواطنه كورينتيانز صاحب المركز الأول أما صالوريزو فتلقى الهزيم الثاني على التولي وتجمد رسده في ثلاث نقاط وتراجع للمركز الثالث في كأس البرازيل لكرة القدم تأهل فريق فلامينغو للدور الثاني بعد أن جدد الفوز على ضيفه برازيل دي بيلوتاس بهدفين دون مقابل في إياب الدور الأول من المسابقة فعلى ملعب ماركانا بمدينة ريو دي جانيرو انتدر فريق فلامينغو حتى الدقيقة الحادية والسبعين ليهز شباك ضيفه دي بيلوتاس بهدف اللاعب باولينيو قبل أن ينهي المباراة بهدف ثاني وقعه اللاعب إدوارد دا سيلفا في الأنفاس الآخرة من عمر اللقاء يتأهل فلامينغو للدور الثاني من المسابقة للإشارة فلقاء الذهب كان قد ابتسم أيضا لفلامينغو وبهدفين مقابل هدف واحد في عالمي الكرة الصفرات أهل السربينوفاك جوكوفيتش إلى دور الربع من بطولة إنديا ويلز المقامة بولاية كاليفورنيا الأمريكية وذلك بعدما تغلب على أمريكي جونيستر بمجموعتين دون مقابل بواقع ستة أربعة وسبعة ستة وسيواجه جوكوفيتش المصنف الأول على العالم وحامل اللقاء سيواجه في الدور القادم تشيكي بيرناك توميتش هو المتأهلي على حساب الأسترالي الساعد ثاناسي كوكيناكيس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع ستة أربعة أربعة ستة وستة أربعة وكان سويسي روجي فيدرير وصف بطل النسخة الماضية قد حجز مكانه هو الآخر في دور الثمانية عقب فوزه على الأمريكي جاكسوك بجولتين دون مقابل بواقع ستة ثلاثة وستة اثنان وسيواجه فيدرير في الدور القادم تشيكي توماس بيرديش والمتأهلي على حساب مواطنه لوكاس روسول وبجولتين مقابل جولة واحدة بواقع ستة اثنان أربعة ستة وستة أربعة ولدى سيدات تأهلة السربية يالينا يانكوفيتش المصنف الحادية والعشرون عالميا تأهلت إلى نصف نهاي بطولة إنديا ويلز بعد انسحاب منافسة الأوكرانية ليسيا تشيرينكو وهي متأخرة بجولة واحدة ومنهزمة في الجولة الثانية بأربعة مقابل واحد لتوصل يانكوفيتش مشوارها في البطولة على أمل اتكرار إنجاز 2010 حين فازت باللقب على حساب الدنماركية كارولين فوزنياكي وتأهلت إلى نفس الدورة المصنف الأولى عالميا كارولينة الأمريكية سيرينا ويليامز بفوزها على السويسرية الأمريكي لمحترف كرة السلينباي حيث تمكن سانطونيو سبيلز من الإطاحة بموضيفه ميليوكي باكس بمائة وأربعة نقطة مقابل مائة وثلاث نقاط ملحقا به لازمة الرابعة وثلاثين هذا الموسم فرغم تقدم ميليوكي باكس في الربع الأول إلا أن سانطونيو أخذ المبادرة بعد ذلك وفرض سيطرته على مجرية اللاعب مستفيدا من تألق نجميه داني جرين واتين دانكان لتسجيلهما لتسعين وثلاثين نقطة في المجموع ليحقق سانطونيو بالتالي الفوز الثاني والاربعين في الموسم فيما تدوق باكس تعمل هزيمة الرابعة على التوالي وسيحط رحال يوم الجمعة بملعب بروديس يالسانتن لمنازلة فريق بروكلينيت كان هذا آخر خبر في جولتنا الرياضية في أمن الله